اجتمع فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي النهاردة مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ليه اقولك الرئيس كان بيطلع على بيان لحركة الملاحة في القناة خلال الربع الاول من العام الجاري مش من العام المالي العام ده اللي هو يناير فبراير مارس والبيان اظهر ارتفاع اعداد السفن اللي مرت في القناة بنسبة حوالي 20% زيادة عن نفس التلاتة شهور بتوع 20-22 طيب هل عدد السفن بس هو اللي زاد 20% اقولك لا الايراد اللي دخلنا خلال التلات شهور تقريبا حوالي 2.3 من 10 مليار دولار طيب نسبة الزيادة عن السنة اللي فاتت قد ايه حوالي 35% في الايرادات يبقى عدد السفن الزيادة بتاعتي 20 الايراد 20% يعني الايراد زاد 35% طيب معدل العبور اليومي 13 مارس اللي فات بلغ حوالي 107 سفينة الحمولات حوالي 6.3 من 10 مليون طن بعدما الرئيس اطلع على البيان بتفاصيله وبطبيعة الحال تناقش فيه كل علامة عشرية محطوطة دي طبيعة الرئيس وده من حسن حظنا بالمناسبة طيب وجه الرئيس بقى بايه بمواصلة تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس ومجراها الملاحي وكافة المرافق وبنيتها التحتية عشان تفضل القناة مستمرة في هذا الاداء المتميز واللي مشهود ليه بشكل عالمي وازن يعني بدل المرة يجي عشرين مرة شفنا اشهادات من كل شركات الشحن العالمية بكفاءة القناة سواء من حيث الكم او الكيف من المضمون القناة نفسها كمعبر مائي ومعبر تجاري وكمان القائمين على القناة في تزليل كافة العقبات قناة السويس مكانة متفردة شديدة التميز على مستوى حركة الملاحة والتجارة العالمية قناة السويس بيعدي فيها اكتر من 14% من حجم التجارة العالمية ترجمة نانسي قنقر